أحب أذكر حضراتكم محمد جمال ومحمد خليفة النهاردة كل واحد فيهم جايب تشكيلة لأفضل لعابة دوري حتى هذه اللحظة بعيدة عن الأهل والزمالك والبرامنز قبل الفاصل خلصنا حراسة المرمى وخلصنا خط الدفاع والآن نتحدث عن خط الوسط وجيمية طيب أنا شرع قبل ما تقولي الوقت إذا همنا فأنا أداهم نفسي بقى الأداهم أنا نفسي لا لا بروحيتنا لا لا إنت عايزتين مش قول عايزة مش نسا عاديل للصبح يا لعيب مركز ستة بالنسبالي ايه شغلني عاشتها لأفضل انا بماشي الشكل شغل فيه تلاتة في وسط الملعب فلعيب مركز ستة بالنسبالي هو بيتر موتوموسي لاعب الكنغولي لاعب نادي زد لعيب ظهر بشكل ممتاز ويمكن من لعيبة دايما اللي ما بتحطش علىها لسكوب لعيب مركز ستة دايما اللي 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 بيغطي بس ده فطبيعة لعب فرقة زد إنه دايما هو لعب ستة ماتشاط بالمناسبة عنده 25 سنة جايبينه في كفري ترانسفير من نادي فيتا كلوب طبعا الناس عارفة بالنادي فيتا كلوب هو ومزينبي أشهر ناديين هناك هو بلعب لعيب مركز ستة فبيتر موتوموسي طبيعة لعب فرقة زد عمل عليه حمل كبير جدا ومع ذلك هم غطي وراهم دايما وقادرون يعمل ده لأنه لعبة وسط الملعب فرقة زد كلهم بيطيروا كل لعبة وسط الملعب تلاقي مصطفى زيكو دايما طير الظاهرين دايما طيرين تلاقي إن شادي ما بيرجعش فتلاقي إن الفرقة كلها عبدالله مجدي ما بيرجعش في أوقات كتير فمتكلم الراجل تشايل وسط الملعب دايما يعني الكرة دي كانت في وسط الملعب هو اللي عمل الباص لما تقطعت من زد رجع هو اللي عمل الباص ودايما بيكافر تحت الكرة مش هقف كتير عند بيتر موتوموسي لكن بالنسبة لي هو خارج الأهل والزمانيكو برميدز أميز لعيب وسط ملعب في مركز ستة فهنحطه إشعالي سبوت رغم إنه جاي بفلوس قليلة جدا أو مقابل بتاع انتقاله من نادي فيتاكليب لنادي يزيد في صفقة انتقاله أول واحد في التلاتة في لعيب الوسط اللعيب تلوقع هو جمال التكلم عن معيار الجوايس جدا اللي هو اللي بيتحمل عليه في زد أنا بقى جبت واحد متحمل عليه أكتر من الناس دي كلها محمد عادل ديفندر سيراميكا لإن اللي بيلعب بقى معاه مين التمانيات بتوعه محمد إبراهيم والقندوسي قندوسي هداف الدوري محمد إبراهيم اللي إحنا عارفينه مجنبش عبار دفاعي آه يعني فهو أكتر واحد شايل دفاعيا هو محمد عادل تعال نشوف أرقامه في اللقاء الأهلي عدد الاستخلاصات وتعال نشوف شوية لقطات ليه فيها فيها الاتنين الراجل فيه عنده حاكتين كرته حلوة جدا دي أرقامه عموما هو أكتر لعب كان استخلاص في اللقاء كله ما هو محمد عادل هو بعيد عن أي حد تاني يعني هو المساعدات يعني مثلا لو بصت اللي بيلعب معا القندوسي قندوسي تحت خلص أربع محاولات يمكن محمد إبراهيم استخلص 11 كور بس منهم 8 بور كفر فأكتر واحد بيشترك في استرجاع الكورة هو بمحمد عادل فتعال نشوف اللقطات ليه دفاعية وبرضو اللقطات الهجمعة على فكرة فيه فرسطين خطرين جدا لسراميكا طلعوا من رجليه في اللقاء ده يعني هو عامل هنا بص يعني الراجل ناشف وبيعمل تاكل وبيستخلص وبيستخلص بقوة دايما بعد الاستخلاص دايما بتبقى باس وتعالى وريك شبكة التمريرات شبكة التمريرات بتاعت سراميكا في اللقاء الأهلي الطبيعي بص هو 21 هو المركز اللي كل سراميكا بتلتقي عنده وبتوزع من خلاله توزعاته كويسة جدا زي قلت لك فيه فرسطين في اللقاء الأهلي الكورة اللي لعبها الجنق بوكا والشناء واشترك معاه فيها وكان طبعا يعني كان فيها تمثيل من جنق بوكا وبيلعب بجانب محمد إبراهيم والقندوسي ورغم كده كورته اسمات الهجومية كويسة جدا تعالى نشوف آخر حاجة اللي هي اللقطة اللي معانا اللي ليه اسهم هجومي كانت فرصة خطيرة جدا الفكرة هو اللي صنحها والراجل يعني دي مهارة برضو لاعب خط وسط قوي جدا دي جات من أخطر فرص سراميكا في اللقاء هو اللي صنحها فاحنا قبل نتكلم عن اللعيب عنده الحتتين الجانب الدفاعي بيقديه بشكل جويس والحمل عليه كبير نفس الوقت كورته كويسة بتطلع من رجله بشكل وازم التاني هو أحمد القندوسي وأنتو الاتنين متفقين عليه طبعا أنا أحمد القندوسي طبع الناس كلها عارف أحمد القندوسي واحد من هدف الدوري تاني هدف الدوري بعد مبلوله وقندوسي قادر يشتغل وسجل خمس أهداف والمسوأ مبلوله عنده جليل من ضربتين جزاء لكن القندوسي الخمس أهداف بتوعه مفهوم شوالة ولا ركل الجزاء ليه القندوسي تواهج وده كان الغرض من الاسبوت على التواهج أو أني احنا نتكلم على قندوسي ليه تواهج ده الجراف بتاع قندوسي متوسط تقيم بتاعه تمانية وده مرتفع جدا 24 سنة سجل خمسة وصنع هدف مساهم في 6 أهداف قيمة التسويقات 52 مليون جنيه فتعال نروح للقندوسي على طول على اللقطاب بتاعته وقولك هو ليه تواهج جدا جدا مع سراميكا وليه الناس أو كولر ما كانت شايف التواهج ده في التوقيت ده طيب بص هنا وركز معايا بعد اللقه طريق القندوسي موجود فين بص القندوسي موجود فين جول 18 طيب هل دي صدفة وطول الوقت الراجل واخد الحرية تماما كابتن أمان ربادي محرر وتماما كانت مشكلته مع كله انت لعيب مركز 8 تطلع تهاجمة تعمل شغل هجوم ولازم ترجع ترتد تغطي مساحات معينة وتعمل شغل دفاعي بشكل معين فهو متواهج جدا ومكسر الدنيا مع سراميكا لانه واخد حرية الحركة في الجزء لما امام نروح ليه الهدف اللي بعده هتلاقي نفس القصة طول الوقت هو طالع من تحت لكنه واخد الحرية بص هو موجود فين في هدف وفي مرمى الاهلي جول 18 في اللقطة التانية اللي بيجيبه في مرمى النادي الاهلي تلاقي حتى في الكاونتر زي لما بيجي كاونتر بص هنا هتلاقي موجود فين بص مكمل فين يا كريم بص الراجل هنا هتحطر الكرة بالعرض اه هدف سهل لكن موجود فين موجود في اخر لعيب في الملعب او تاني اخر لعيب في الملعب بتتكلم على انه اما بتواجد في الناحة اليمين لانه هو لعيب اشوال جول 18 اما بتواجد تحت رأس الحرب دايما فهو متحرر تماما تماما بص هنا فين اخر تلات لعيبة في الملعب هو منهم هدف ممتاز بالقدم اليسرى من تصويبة يعني يمكن هو بالنسبة لي احلى هدف سجله القندوسي السندي مع هدفه اللي كان صعب جدا فيه مرمى النادي الاهلي بيصنع كمان احمد القندوسي صنع هدف فيه الموسم الحالي فاجمالا عشان ما طولتش اكتر من كي بص برده موجود هنا في مركز الجناح اليمين موجود في الجزء الامامي سر تقلقه انه الرجل واخد التحرر كامل مع سيراميكا ما كانش ياخده مع الاهل تحبتوا الحالي على القندوسي واتخش على اللعب التالت لا اخش على اللعب التالت لان الجمال غطى تماما يعني اللعب التالت اللعب التالت عندي عبدالله مجدي المعارب من برمج زلزد الرجل ارقامه لسه ما اصمرتش قوي مع زد يعني هو بيعي صنع فرص على فكرة هو مظلوم وبيصنع فرص صنع سبع فرص وسبع فرص كويسين تعال نشوف ارقامه حارك يعني ارقامه مميزة في الصناعة الفرص بس هي لسه ما جاتش اهداف لسه ما تحولتش اعتقد ان في الجاي ممكن دي تبقى السستات الرجل ارقامه مميزة جدا صنع زي قلتلك سبع فرص كبار في اللقاءات وعمل تلت محاولات على المرمى يعني ست محاولات عمون ومنهم تلت محاولات على المرمى عبدالله مجدي معار من بيرامدز لزد وكان هو معار هو محمود صابر ورغم ان محمود صابر لعب واخد سيط اكبر لكن عبدالله مجدي هو اللي ركب السنة دي عشان بيعمل حتتين بيعمل واجبات دفاعية بشكل كويس وفي نفس الوقت بيعمل التكملة الهجومية والواجبات الهجومية وإن لم تكن لغاية دلوقتي ما اسمرتش عن اهداف او اسستات ولكن اعتقد ده طالما العملية يعني ترستزابروسيس طالما هو ماشي وبيصنع فرص دي شبكة تمريرات زد في القائزة مالك لو تاخد بالك عبدالله مجدي هناك هو رقم اتنين وثلاثين مركز مركز رئيسي يعني لو نقارنه كان زد بلعب بالتين ديفندرات الديفندر رقم ستة وعشرين اللي اتكلم عليه جمال لا ما كانش مركز في التمريرات عبدالله مجدي هو اللي بيربط الناحية الشمال اللي هما بلعبه بالتين ديفندرات واحد بيبقى ناحية المين واحد ناحية الشمال المساهم اكبر عند عبدالله مجدي فالراجل ليه دور كبير ولا اعتقد في الجولات الجاية هتلاقي بي عبدالله مجدي تحول فيه اهداف بضع تظهر واسستات كمان ممتاز التالت التالت وسط الملعب التالت وسط الملعب وانا حطيته في وسط الملعب رغم انه بيلعب في مركز الجناح يعني بغيب مش هلعب 4-3-3 يعني اعني اعلى 4-4-2 اكتر لمصطفى زيكو مصطفى زيكو بالنسبة لي صفقة جابها زد ببلاش لما ادفع فيه 12 مليون او 13 مليون جنيه في مصطفى زيكو بعد توهجه مع حرص الحدود صفقة ببلاش مصطفى زيكو هيب اخناء في نهاية الموسم لو زد ده حاب يبيع بيرامدز مهتم جدا من مصطفى زيكو اهتمامات من اكتر من نادي مش اكلم عن زمالك دلوقتي لكن مصطفى زيكو هيب اخناء تصيف مليون في المئة لو كمل لانه هو هو بالنسبة للعب الاكثر توهجا في فرقة زد لعيد متوسط التقيم بتاعه 7-9 من 10 زي ما قلت لك القيمة التسوقي بتاعه هو الدفع فيه 13 مليون جنيه لفرقة حرص الحدود في صفقة ثنائية اتعمرت من زد فكل الاهداف كل المساهمات راجل مسجل 5 اهداف كل المساهمات وكل الاهداف اللي بيشتغل زد دايما المحور دايما الفكرة بتاعه دايما مصطفى زيكو العيب ينزل بيشتغل في وسط الملعب كبلايميكر العيب بيكمل في مركز المهاجم او في الشاسترايكر بيلعب في مركزه الاساس اللي هو دا كان هدفه طبعا هدف التعادل في مرمى الزمالك الهدف اللي بعده فمصطفى زيكو دايما هو الحل عند فرقة زد دا طبعا ضغط ومكمل هنا تحت الفرق تحت شاد حسين على طول في مباراة تسمح وخطأ كبير من الانسلمان سجلوا مصطفى زيكو مصطفى زيكو واحد من اللعيبة حظه الوحش زياء عدد اللعبين الكتير اللي بياخدهم فيتوريا خاصة اللعيبة المحترفة في خط الوجوم دون ذلك اعتقد ان مصطفى زيكو من اللعبين الكتير تستحق هو استدعى قبل كده بالمناسبة لمنتخب مصر اعتقد انه هيستدعى لو حصل اي شور تجي في الخط الامان صحية طيب واحدة من اللقطات كمان الحلوة لزيكو قبل ما نطلع للفاصل مش